اهلا بكم الى موجز الاخبار تقط شهداء وجرحى مدنيون بقصف صاروخي لميليشيا الحوثي استدفى مناطق اهلة بالسكان في حجة وقالت مصادر محلية ان ميليشيا الحوثي قصفت بصاروخ بلستي قرى في مدرية حيران واشارت لان القصف خلف ثلاثة شهداء واصابة طفلين وصفت مصادر طبية اصابتهما بالبليغة وكثفت ميليشيا الحوثي خلال الايام الاخيرة من قصفها العشوائي بالصواريخ البلستية والمسيارات مصادفة المناطق السكنية في المحافظة في مارب عقدت اللجنة البرلمانية اجتماعا بالمفاتش العام للقوات المصلحة اللواء الركن عادل القميري ورئيس هيئة العمليات اللواء الركن خالد الأشول ونائب رئيس هيئة التدريب والتأهيل اللواء الركن أحمد العابسي ضمن لقاءاتها مع قيادة وزارة الدفاع وزياراتها الميدانية للوقوف على الأوضاع العسكرية والأمنية كما طلعت على جهود رقابة والتفتيش والإعداد والتدريب لتعزيز كفاءة منتسبية جيش في مختلف المجالات بما يمكنها من القيام بواجباتها الوطنية على الوجه الأمثل وفي مقدمتها هزيمة المشروع الحوثي الإيراني وصلت مبعوثة مفوضية اللاجئين الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي إلى عدن في زيارة تهدف حسب المفوضية إلى تسليط الضو على الأثار الكارثية للحرب المستمرة منذ سبعة أعوام على اليمنيين وقالت أنجلينا إن الوضع في اليمن يعد من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم حيث يقتل أو يجرح مدني واحد في كل ساعة في العام الجارية كما تم تدمير الاقتصاد مشيرة إلى أن أكثر من عشرين مليون يمني على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة وفي أحصائية جديدة للألغام التي تم نزعها خلال الأسبوع الأول من مارس الجاري أعلن مسام أنه نزع ألف وستة وثمانين لغما حوثيا بين فردية ومضادة للمركبات ومموهة وقذائف غير متفجرة حسب المشروع فقد ارتفعت عدد الألغام الحوثية المنزوعة منذ بدء عمل المشروع إلى أكثر من ثلاثمائة واثنين وعشرين ألف لغما حوثية اتهمة اتحاد مستوردية نفط ميليشيا الحوثي بافتعالي أزمة الوقود تعد الأسوأ على الإطلاق في العاصمة صنعاء وباقي مناطق سيطرتها وقال الاتحاد أن قيادات شركة النفط وشركة حوثية خاصة تسمى دروب الاتحاد تتعمد عارقلة وصول الوقود إلى المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي وتحارب تجاري رطف النفط الرسميين وتعيش المناطق الخضعة لسيطرة الميليشيا أزمة خانقة في المشتقات النفطية منذ أشهر هي الأسوأ على الإطلاق بسبب احتجاز المقدورات القادمة من المناطق المحررة دخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الحادي عشر وسط مؤشرات على إمكانية شن القوات الروسية هجوم واسع للسيطرة على العاصمة الأوكرانية كييف وبينما أكدت القوات الأوكرانية إسقاط طائرات روسية وأسر عدد من طيارها في ميكولايف وشير نهيف أشارت إلى أنها تعزز وجودها على محاور الطرق الرئيسية بين دينيرو خاركيف ودينيرو أزابويرجا من جانبها أفادت وكالو توتاس بأن القوات الروسية دمرت منظومة الدفاع الجوي الأوكراني S300 بالإضافة إلى تدمير 61 منشأة عسكرية أوكرانية وفي شأن الإنساني أكدت اللجنة الدولية للصريب الأحمر توقف عمليات إجلاء أهالي مدينة ماريبول لليوم الثاني وقالت وزارة الداخلية أن المحاولة الثانية لتوفير ممر الرئيس الثاني لإجلاء سكان ماريبول فشلت بسبب القصف الروسية إلى ذلك تواصل القوات الأوكرانية عمليات إجلاء المدنيين من منطقة أربين بالقرب من العاصمة كييف في ظل الاشتباكات مع القوات الروسية وكان المفوض أسامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أفاد بعبور أكثر من مليون ونصف مليون لاجئ أوكراني إلى البلدان المجاورة وفلسطينيا وفي خطوة وصفها المراقبون بالخطيرة تكثف حكومة الاحتلال الإسرائيلي جهودها لاستكمال ما أسمته بخطة التوارئ التي تهدف لاستقدام أكثر من 200 ألف يهودي من أوكرانيا وقال خبراء فلسطينيون إن إسرائيل تسعى دائما لاستغلال الأحداث والتوترات الدولية لزيادة عملياتها الاسترطانية في المدن الفلسطينية مطالبين المجتمع الدولي بالتدخل الوقف هذه الخطة الخطيرة شكرا المتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة